القراء الكلمة الزكرة ليك شيخ مزميل قبل شوية قال القرآن المدني دا قال الشغل بتاع ناس قال الآن الشغل اللي بنكرون الناس الليلة على داعش والكلمة قال هس المناخش القبيل برضو قال القرن السابع مش ناس جاهليين ولسه ما تقدموا يعني في الإنسانية القرآن المدني فوق شنو القرآن المدني فوق التشريعات فوق حفظ حقوق الإنسان فوق تحريم الظلم القرآن المدني فوق إن الزول البيسري يقطع له يده فوق إن الزول البيسني إذا كان محصن يرجمه إذا كان ما محصن يقوموا يجلدوا ويغربوا فوق الدعوة إلى الفضائل فوق الدعوة إلى العدل حتى في الكلام ربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا القرآن المدني فوق تحريم الفواحش القرآن المدني فوق تحريم أخذي وأكلي مال اليتيم الضعيف ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما ده في القرآن المدني إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا القرآن المدني فوق المحافظة على أخلاق الناس فوق المحافظة على أعراض الناس لو قريت سورة الأحزاب كلها عبارة عن حفظ للأعراض وغير من التشريعات الحكيمة العظيمة ربنا عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيمة فوق حفظ للغيرة بتاعت الراجل لأن يا أخواننا لو مشينا شغلتها العلمانية دي الشغلة بتجيط والله واحد بيحكي لنا مشينا قرية من القرى واحد بيحكي لنا قال الزول ده قريبي صاحبه مشى زنب أخت الزول ده كويس الزول ده لما نعرف في النهاية زول عام زول ما عنده علم يعني مشى للزول ده قال له أسمع نغطي الموضوع ده وتتزوجها وطبعا ده برضو حرام لأنه ده بكون زنة مستمر لأنه ربنا قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو حرام ده يقول لك نغطي الموضوع كده يتبسط الموضوع في امتى المهم قام قال لها زول تتزوجها قال لها نزوج دي قال لها زول صلح كلامك قال لها صلح كلامك فقام أعاد الكلمة تاني المهم حجزوهم وودوا الأخد محل تاني أظيم بيت أخوها هنا في الخرطون الزول ده جاء لحقة مشى كتل الزول ده ضبحوا شفتها وقال لهم دي السكين قال لهم قال لهم أنا الزول ده ضبحته وماشي لاحق أخته طلعت عليه قام بقر بطونة أو المهم ضبح وماشي أسلم روح الدين يا أخواننا قال لك حافظ على الأعراض قال لك ما تهبش النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول ده في المدني إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله فرأي تلحمه أخو الزوج وقريبه قال الحم الموت لأنه بتودي لي مصائب زي دي الدين ده قفل كله ودي تشريعات حكيمة لأنه دي حق تربى العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنا بسألك أنت يا علماني مثلا لو حصلت لي زول حاجة زي دي بتعوضوا بشنه زول حصلت لي والشغلة دي بتعوضوا بشنه عشان كده الدين من البداية عمل وقاية ما تعاين ساكن ما تمشي تكابس تهابش ساكن ما تقعد مع بناتا الناس ساكن عشان كده يا أخواننا ناس القرائي غايزهم والعلمانين كلهم غايزهم شنوه القرآن المدني عرفتها وده قل كل من عند الله وقلت لو دار تناغش جيب لينا حاجة أمر بيها الدين بتناقض العقل والذوق الصحيح والفطرة الصحيحة التي قام عليها الناس أتحدى تيت قل لي العلمانية البوشي هنا ده في الاعتصام البوشي هنا قاشنه البوشي قاشنه قال انت قال الواحد قال لما يقعد مع حبيبته قال أو لما قال يحب ليه وحده وطبعا ده حرام ربنا قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي جنوه أخدان يعني ده ده محبة للنساء من غير الزواج الشرعي كويس قال اعرف انه كان عنده حبيب أول ده كلام البوشي اعرف انه كان عنده حبيب أول قال فيقوم لشاكله انت متشاكله قال يا الخنزير أه ودي ده أربعة شنتا ده دارين يا خوان يغرسوا في مجتمعنا حاجات زي دي ودي بتربية العلمانية تيت قل ليه العلمانية ما ضد الدين والعلمانية خلت شنو للدين خلت شنول الدين دارس أهل العلمانية خلت شنول الدين فما تجي أخواننا تكذبوا علينا وتدغضبوا على واطفنا إتوا تكشفتوا بعدانا أديكم خطة تعالوا عديل قولي أخواننا القرآن ده ما نافع معنا وكذا عشان الناس يشلتوكم مرة واحدة طيب